تعال بقى على الفقرة بتاعتنا ومن الاخر كده هي الفقرة اللي لازم يتبعها اولاء الامور والطلبة اللي ناجحوا في السنوات العامة كل ما هو متعلق بتنسيق الجامعات في عشرين تلاتة وعشرين طيب هنتكلم في ده ازاي؟ نتكلم في ده عن المسؤول المشرف على اعمال مكتب التنسيق استاذ سيد عطا منوارنا استاذ خير يا سيدي كل سنة حرارة طاق كل ما نحضر بنا زي الفل اخبار التنسيق ايه؟ زي الفل والله ما فيش مؤشرات كده؟ طبعا نحن بنتمن ولادنا ان شاء الله ان كل طالب حصل على سنوات العامة هذا العام له ما كان في تعليم العلي ايا كان وفق المجموع حلو يعني ده ما ببدئيا يعني كل طالب ناجح له ما كان في تعليم العلي جماعات حكومية جماعات خاصة جماعات اهلية معايات خاصة جماعات تكنولوجية ده كل انواع التعليم موجود عندنا في مصر يعني كل انواع التعليم موجود في مصر حاليا للوقت جميل لكن ما فيش مؤشرات كده تقول لنا مرحلة أولى مرحلة أولى بدأت من يوم السبت من يوم السبت اللي هو كان خمسة هتنتهي يوم الأربعة اللي هو تاسم بإذن الله ده بالنسبة إحنا طبعا المرحلة الأولى إحنا مقسمينها شريح لعلم علوم علوم رياضة وأدبي والحدود الدنيا بالنسبة لشعبة علوم 88.29 رياضة 83.41 أدبي 70.61 ده الشريحة اللي متقدمة للمرحلة الأولى بإذن الله وياريت كل طالب في المرحلة الأولى ما يترددتش فيه أنه يقدم في هذه المرحلة يعني طلب المستهدفين في هذه الشريحة ياريتهم يبدأوا في تسجيل رغباطهم على مواقع التنسيق الإلكتروني في ميزة برضو يا يوسف به أن الطالب خلال الفترة دي يقدر يعدل رغباطه براحته يعني خلال الخمسة يام طالب يقدر يعدل رغباطه تاني يكتبها كمان في حاجة بنفاجأ بعد نتيجة التنسيق يوسف باشا أن الطالب يقول لي إيه أنا أصلا في دي كلية ما كتبتاش أصلا دي كلية دي نسيتها وبعد عن نتيجة التنسيق ما فيش عدد ترشيح فأنا من النهاردة إحنا قدامنا اليوم الأربع إن شاء الله الطالب يركز في كتابة رغباطه إحنا بس مستعجلين كتابة رغباطه ما بتخش بطالب عشر دقيق بالضبط في أيام زمان أما كنا باللغة أطواب لأي الوقتي الطالب وقعت في بيته الموقم هفتوح لأربع عشرين ساعة الموقم هفتوح لأربع عشرين ساعة الطالب يقدر يسجل مرة أو اثنين ثلاثة قدر ردد فراغ بيقدر يكتبها أنا النهاردة يعني عاوز أدخل كل الطب عندي خمسة عشرين كل الطب أكتبهم بالترتيب لأن في طلبة بتيجي تكتب تكتب لعند الرابع عشرين وتقولك أنا خلاص أنا مجموعة كده خلاص أنا ضامن إن أنا مش هعدل الرغبة دي أنا برس حالطالب مدام أنت عاوزت تدرس طب لازم تدرس تكتب كل كلها الطب بالترتيب بالترتيب يعني طبعا عندنا منطقة آلف طبفل تكتب الخمسة وعشرين رغبة كلهم طب وفي الآخر خالص جي التنسيق قال له لا ما انتش طب وفقا لمجموعه وفقا لمجموعه أنا النهاردة ما هو مشكله طلبة تخش طيب يعني الطلبة الطلبة ديت طبعا إحنا لين عدد محدد من الأماكن مرتبط بالأنا بقدي مثال لطيب مثلا عشان احنا بتكلف مرحلة أولى هندسة حاسبات معلومات تجارة آدب بالنسبة للآدب بالنسبة يعني بابا كالبش ستاكر عزبان يقولولنا إيه ما تكتبش مثلا مثلا ما تكتبش وكل طيب بسيب إيه آخر ثلاث كليات حاجات تانية عشان لو ما جاتش الطب طيب لا أنا عندي خمسة صحابين رغبة يعني في خمسة صحابين رغبة طالب يكتبهم فلعندي خمسة وعشرين كل طب في الأول اه عاوز طب يكتبهم كلهم بالترتيب مثلا الهندسة عندي سبع عشان كل طب هندسة اكتبهم بالترتيب لأن في طالب يكتب لعندي الرابع عشرين هندسة ويفاجأ بعدين تيجي التنسيق ان كان مجموع يودها هندسة أسوان هندسة جانب الوادي وبعدين ييجي قول لي أنا دولة موفرة لك أولا التسجيل المجاني يعني ما فيش طالب يدفع لي فلوس فأنت أكتب براحتك انت ما انتش عرف تكتب رغباتك عندنا الجماعات الحكومية كلها جميع الجماعات سبع عشرين جامعة فهم عامل حاسب آلي ومتخصصين يدري سعيب الطالب أنا مش قادر انتش عرف أكتب رغباتي أتوجه لقرب جامعة لي حتى الطالب لو قاعت مصيف يروح لأي جامعة عشان خاطر ما تجيشي انت تغلط بعد كده وما ينفعش ندم بعدين فأنت قدامك فترة حاجة عظيمة يعني وانت قاعد بتصيف ولا هنبقى عامل زي على أيامنا ننزل ونروح نجيب الظرف بتاع التنسيق ونقعد نشتغل ونلزق وبعدين نخب بعضنا ونروح نقدم الظرف والطبع لو لو اطعب يعني لا انت النهاردة تقدر تعدل رغباتك عدد من المرات ومكتب التنسيق بياخد بآخر تعديل الطالب عامله فهدات الطالب يركز في كتابة رغباته لان انت قدامك فرصة انا والله يوسك بيه بفاقية ان الطلبة يعني تستعج لدني في كتابة رغباتك انت ما عندكش يعني انت وراك ايه انت طول السنة الطالب عادي زيك وعايلته عاديت طول السنة يعني على عصابها انت في كتابة الرغبات دي لان دي مستقبلك ركز فيه قوي لان احنا كوزورة وكدولة احنا فاتحين لك الموقع عدل براحتك اكتب رغباتك براحتك نسيت كلية اكتبها تاني عادي اللي انت عاوز تعدله تعدله بس في اخر اخر تعدل انت اللي تعمله هو المكتب التسيق بيرشح طالب الاساسه فدي نصح مهمة جدا دي اكتر اخطاء طالب يقع فيها حلو جدا طيب ما بين بقى ان احنا تكلمنا شويتين على المرحلة الاولى بشكل عام وانا بقدم فممكن ابقى مش داخل الجامعات الحكومية داخل المعاهد الخاص والمعاهد الخاصة دي حدوت لان في منها اللي هو على رأيه الجوهرجية يافت ده تمام ومعتمد من الوزارة وفي بقى المعاهد الوهمية والاعلانات الوهمية والتخجيص بقى اللي بيجرعوا النصب على خالق الله انت بتتكلم في حياته مهمة جدا اولا التخجيص والنصب ده بينتشر لمن دولئو في فترة التنسيق يجي ينزل الاعلانات طبعا كماكتب تنسيق يعني ما حدش ده اقرب منه يعني الجهات الامنية كلها محوطة للمكتب التنسيق ما حدش ده اقرب يعني لانه كان زمان يوزعوا اعلانات وكده انا بنصح الطالب انت حاوس لانتي بحوط العالم بتوى على فيسبوك اقفشوا بقى ما احنا بنقفشوا عندين لجنة ضبطية خضائية وبنطلعوا لجنة يعني ده مفهاش نقواش يعني وبتقفل يعني معالي الوزير بيتعرض عليه تقرير بيطلع قرار الوزير بغلق هذا الكيان حلو وبنبلغ المحافظ عشان يقفلو كناحية ادارية حلو احنا بنصح الطالب الوزير انت ادخل على موقع الوزارة ادخل على موقع مكتب التنسيق كل المؤسس التعليمية المحتملة موجودة على موقع الوزارة ما دوني ذلك فهو كائن وهمي يعني كل اللي مش موجود على الموقع ما ليش دعوه بيه ما لابتدعوه بيه خالص ده كائن وهمي ما تتصلش بيه اه ما تقولش طب بس تتأكد اي انت قدامك بص حضرتك عندنا 27 جامعة حكومية عندنا 150 مهات خاصة عندنا 44 مهات حكومي عندنا 10 جامعات تكنولوجية عندنا 20 جامعة اهلية عندنا 27 جامعة خاصة عندنا فروع لجامعات الدولية جميع مؤسسة التعليم موجودة في مصر يعني انت ملاكش حجة عشان تروح لهذا المكان وبعدين انت هتروح له ليه الدولة مغفرة كل انوع التعليم يعني من لعند 50% هتلاقي مكان فانت بيروحوا بعدين في طلبة فيه بعدين برضو فيه حاجة تانية الجماعة اللي بيعلونوا عن نفسهم مكانية ربما دي بيختار تخصصات يعني برقة شوية اعلام تمريد بيشوف السوق عوزي اعلام تمريد طبعا احنا بيقفل الكلام ده كتير جديد هم بيدايما بيشتغلوا في الحتة اللي بيلاقوا فيها يعني يعني اقبال فانا بنصح الطلب احنا عندنا كل انا هتعليم موجود انت ما تتروحش هزا المكان اللي انت بيضيق احسانها او اتنين من عمرك وتفاجأ ان انت بعد كده وبعدين يقول لي اوه بيأجل تجنيد كمان يعني بتوصل لكده ايوه اه طبعا الطالب بيفاجأ بعد هو بيدرس ان هو مطلوب بالتجنيد طب انت ليه انت عندك عندنا جماعة المؤسسات التعليم بتأجل التجنيد لحين ما تخلص المرحلة جميع بتاعتك فانت ليه تروح لليه هزا الكيان ما هو فيه بقى كمان ساعات من أولياء الأمور والطلب اللي بيقع في الفخ اللي بيقعوا بعضه ويروح على المقر بتاع المعهد اللي هيقل الوهمي ده فيقول له بس انا دخلت على الموقع ما لاتكش فبيروح الرد هنا بقى ايه لا ما احنا مقدمين ده احنا خلاص اربعة شهر وهناخد الاعتماد وهنبقى مراقصين وهنبقى زي الفل او اصلا احنا هنطلع بس بس بسنة اولة وان شاء الله نفسنا ثانية ابنك ولا تشيل هم هنقول للنس دي ايه طبعا يبتع دونازل الامكان خالص لان انت عشان ترخص ما هتخلص النهاردة او ايه ماشتات تعليمية دي لها اجراءات طويلة جدا طبعا وبعدين في حاجة برضو يعني انت النهاردة كطالب بيروح يدرس في شقة تلتون متر من عمود طالب خمسون متر طالب في شقة وفض الله يقدر حصل ايه مشكلة اما احنا بالنسبة للمعاهد او ايه ماشتات تعليمية بيبقى طبعا في الامان يعني جميع وسائل الامان موجودة بالنسبة ل يا امالي انت هتروح تقدم في مكان ما انتش ضمنه واضيع سنة ولا اتنين من عمرك وادن ترجع تاني يرجع يجي لنا الوزارة طب احنا كوزرنا نعمل لك احنا بنحذر بنقول لك يا حبيبي يا ابني انت ما تقدمش في ايه كيان من هذه الكيانات اتقلم ما تطل عماق الوزارة وتتأكد ان هذا الكيان طب هو لسه لحد دلوقتي فاندم كان زمان كده بتحصل حاجات غريبة جاء لك وسان ايه جامعة ماروشوفشششششششو اي حاجة بالانجليزي بالالمني بالفرنسوي ومقرها فمش عارف ايه في ولاية ني يورك اي كلام فارغ وفي ناس بتتاخد ورى الواهم ده على انه الواب هياخد الشهادة بتاعته من امريكا والشهادة بتاعته من انجلترا بس احنا عاملين مقر في مصر مقر أولاين وبنادرس فيه بطريقة التدريس أونلاين لسه الكلام ده موجود موجود وبيختاروا أسامة براقة أسامة جماعات أسامة جماعات كبيرة لأسف يعني بس إحنا باي بيسو بهمش يعني يعني النهاردة مثلا كان لجنة دبطيق خيّة في حد الأماكن النهاردة وبوكرة رايح أماكن يعني إحنا يوميا إحنا على الوقتي قفلنا حوالي ما يقرب من 350 كائن وهم قفلناه قفل 350 لعندي النهاردة وأنا قاعد مع حضرتك 250 مكان وفيك في اللجنة دبطيق خيّة متحركة بكرة يعني إحنا مجرد ما بيجي لنا أي شكوى بتيجي شكوى لمعالي الوزير الدكتور أيمن بتيجي أحد بيجي يكتب شكوى في الوزارة بتجي لنا على الوص بتحرك المعالي الوزير بيحرك اللجنة دبطيق خيّة فورا لأن ده بيتاجر في أقول أبنائنا وبيعني بيخش في أماكن مش كويسة بعدين ما أنتش عارف بيعلمه إيه الطلبة ما أنت أخد بالك برضو الفكر اللي موجود ما أنتش ضامن هو بيعلمه إيه بيدرسه إيه الطلبة فإحنا من خلال البرنامج بننصح يطالب ما تقدمش في أي مكان من هذه الكينات إلا ما تتأكد من موقع الوزارة العليم ما دون أزارك فهو كهين وهم والموقع سهل ومتاح وموجود وبدأ دوس الزراري آه إنت النهاردة إنت جاي تقدم في مكتب التنسيق ادخل على موقع التنسيق ادرس شوف كل كليات ادرس شوف المعاهد بص على كل حاجة وبعدين احنا عاملين على الموقع دليل للسانوية العامة دليل الشهادة الفنية دليل الشهادة المعادلة العربية واجنبية كل أنواع يعني يعني الأدلة دي موجودة بشرحة وافية للطلبة كلها فقرأت برضو كل طالب قبل ما حدت يا سيدي هو بسجر غضات يخش على دليل يقرأ مش ياخد منه خمس دقايق لأن الطالب بيستعجل بيش عارف بيستعجل ليه من وقع الخبرة بقلنا سنين من ساعة ما اتعمل أول ترخيص لمعاهد قاس أظن بقلنا يجي تلاتين واحد و تلاتين سنة دلوقتي من وقع الخبرة فن إيه اللي بيخلي ولي أمر وطالب يقعوا في الفخ ده يعني الصنارة دي إيه الطعم طبعا هو زي ما قلت الحضرة مع أنه قدامه المعتمد هو برضو الطالب ما جابش مجموع يدرس مثلا علام يدرس طمريد يدرس سياحة من عندي لحد خمسين في المية ماشي فبيروح للمكان دوت الإعلانات تبقى برقة قوي قوي يعني وطالب يروح هناك وفاجأة أنها شقة عبارة عن شقة ومش مكان والطالب أنا أعتقد برضو معليش برضو في الطالب بعارف أن ده كان مش معتمل أنا يعني أما الطلبة بتجي لنا بقول لي يا ابني طب مش كنت عارف طب أنت قدمت في التنسي ولي قدمت في التنسي طب ما كملتش ليه في التنسي يا ابني في المعهد اللي جالك أو الكلية اللي جات لك قول لي بس أنا روحت بقى لإيتي أنك دراس سهلة وقالوا لي أنت هتبعد سنتين وهتطلع تشتغل وأنه وفر لك فرصة عمل والكلام ده يعني يعني الطالب ولي الأمر أعتقد بيبقوا عارفيني أن ده كيان واحد فيريك محدش يقدم هذه للكيانات الوهمية إحنا بنعاني من هذا الأمر وبعدين الطالب يجي لي بيبقى صعبان علي ضيع من عمره سنة ولا اتنين ويجي الفاجأ إنه صرف فلوس وضيع من عمره وفي نفس الوقت ما بيخدش شهادة يعني الحقيقة بالنسبة لي الموضوع بيبقى غريب جدا لأنه أنا عارف ومتأكد إنه هناك بعض من الأسر أباء وأمهات ممكن يبيع اللي وراه اللي قدامه علشان يعلم العياة طبعا طبعا أولا التعليم التعليم ده في ناس كتير جدا ممكن تبيع اللي وراه اللي قدام علشان تعليمي لها لأن ده اللي يصمر في القول في البشر وده إحنا طبعا إحنا شعب ومصر بنحب التعليم كلنا فما نضيعش عمرنا وبعدين الدولة ما سابقت لكش حاجة كل أنواح التعليم موجودة إنت ليه تروح الأماكن زي كده زي الطالبة اللي بسفر برا إنت ليه ما أنت بتسافر ما أنت عندك إنت عاود تدرس إيه كل حاجة موجودة يعني إحنا عندنا النهاردة مفيش أي أنواح التعليم موجودة في مصر وإنت حضرتكم تكون الفاصل بتتكلم أما قابلت طالبة في لندن قابلت ناس يا دين النبي والله العظيم كم ناس بتتكلم على الجماعات اللي أصبحت موجودة في مصر والمؤهلات العلمية اللي موجودة والبحثية اللي موجودة وكم الإقبال عليها الناس أصلا مش مصدق أن مصر بقت كده وناس كانت عايشة بقالها سنين يعني بقالها سنين هناك ويكون ما كنتش بيعرف عرب ويوجي يدرس هذا لأن إحنا عندنا جميع أنواع الشهادات وجميع أنواع التعليم إيه أنت حضرات بتقولي أنت قابلت ناس في مصر ومقومين هناك في لندن وقال لها خندرس في مصر ده في إنجلترا وعلي منه أسهل وفي الإبارات وفي ناس عايشة في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه لما بيجي يحسب وبالذات اللي في أمريكا لما بيجي يحسب يقول لك أنا تكلفة التعليم علي كذا 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 طبعا أنا لو عندي جامعة كويس وكبيرة ومعتمدة دولية أنه بتقدم لي البرامج اللي بتتقدم في أمريكا وفي أوروبا طبعا أنا لو عندي لعي المصر حسنا وتقف عليها رخص وده اللي حصل فعلا فهند يعني أنا الفكر ده عجبني جدا يعني دليل إن الناس دي بتفكر كويس يعني على مينه نقوم هناك ومع قامة وممكن يتعلم هناك كل حاجة بس يقول لك هاجبت في مصر يعني إنت إحنا وحتى إذا كان مهاجر خليها تمام خش الجمعة وتعالة تاني تعالة تاني بتعالة خد شهاية تكوي ارجع البهر مش أزل وبعدين برضو في ميزة أنت هنا كطالب برضو بتحس أنت في وسط ناسك ووسط أهلك ووسط المجتمع بتاعك برضو يعني إحنا كلنا كده يعني زي السمك يعني فما نقدرش نجيشها لبلدنا فالطالب برضو أنت كونك أنت في وسط المجتمع وخصقافة أولا لفترة الجمعية الجهاتية اللي بتعلم الطالب الشخصية وبتعلم الثقافة وبتعلم كل حاجة وإحنا يعني الوزارة الوقت مهتمية جدا بهذا الموضوع أكتر من رأي عايزة رجع مرة تانية بقى لمسألة التنسيق برضو إحنا كده فهمين أنه التنسيق الإلكتروني ده حاجة أسهل من السهولة وبالذات الجيل بتاعي يعني طيب هل المسألة بتاخد وقت يعني من أول ما أنا بقدم وبعدين يغلق الباب خلاص كده الموقع أفل على المرحلة الأولى احنا كده خلصنا يوم الأربع أنا إمتى بعرف بقى أنا داخل إيه إحنا طبعا مجرد ما بنقفل الموقع بناخد بناخد يومين ثلاثة فارز رغبات فارز رغبات احنا بما عندنا عداد محددة وبنقدر نفرز الرغبات الطلبة بعد كده اللجنة العليا للتنسيق ده مشكلة بقرار من مجلسها على الجماعات دي برئاسة معالي الوزير وعدد مرسل الجماعات والأمين عامل المجلس اللجنة دي بتقبل إعلان النتيجة بتجتمع وبتحط بقى الحدود الدنيا وبتحط الأعداد اللجنة دي مسؤولة عن كل حاجة بعد كده اللجنة بعد ما تفع على المجامع والحدود الدنيا لكل يات تاني يوم أو بعدها بيوم معالي الوزير بيعلن نتيجة المرحلة أولى في بيان صحفي اليوم اللي بيعلن فيه المعالي الوزير عن نتيجة المرحلة الأولى بينيعلن عن معالي الوزير في المؤتمر الصحفي برضو بيعلن عن بداية المحرقة الثانية على طول يعني بنبدأ في محرقة ثانية الثانية يوم على طول على الساس برضو أنت عارف لفترة التنسيق فترة الايام وليلة وعندنا برضو شهادات ثانية شهادات عربية وأجنبية صح وعندنا شهادات فنية فيه شهادات كتير جدا فإحنا الفترة دقيقة وبنتطر يعني بنضطر نحن نستعجل شوية بس استعجال مش استعجال يعني بتقني هل من الوارد أنه طالب يقول أنه حصل خطأ ما ومن حقه أنه هو يعني يطلب تصحيح الخطأ مش خطأ وهو يقول مثلا الله لأ جماعة ده أنا كنت كاتب كذا وكذا 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 وبرده ما جتليش بص حضرتك المعقع بسجل للطالب دخل إمتى بالضيئة أو بالساعة أو بالثانية يعني إيه إحنا شايفينك 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 يعني الطالب إحنا شايفينه يعني أولا الحمد لله يعني ما فيش يعني الحد الحمد لله لأن الخطأ واحد يبقى كله التنسيق غلا لا 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 فالحمد لله ما فيش أي أخطأ جدا وبعدين يعني الموقع برضه مؤمن كويس والطالب الطالب هو بالطالب يرجع حتى يقول لي إيه ما بيقولش كده بيقول لي أنا نسيت أكتب كلي انا مكتبتهاش وبعدان برضو في حاجة يوسف به ياريت الاسر ما تطلتش عالطلب احلى حاجة اه يعني ايه خش كلية كذا اسمع الكلام دايما احنا عندنا برضو لسه حيطة الاسماء موجودة الاسماء الرنانة ديات يعني برضو كليات طب بانواعها الطب البشري طب الأسنان والصيدلة وطب بيطري وخش هندسة اه تمام في كليات النهاردة يعني وسيب ابنك يدرس اللي هو عاوزه لو درس اللي هو عاوزه هيتفوق فيه مش هيتعبك حتى في طلبة بيوصلوا بيروحوا كلية غزبا عنه وبيوصل سنة أول أو تانية ويبقى ناجح فيها وقولك انا عاوز احول كلية تانية وبتحصل وانا لسه اللي عند النهاردة احد يقولي امور مكلمني الوالد دخل كلية ونجح فيها قال لا انا مش عاوز يكمل في كلية دي فانت سيب ابنك يعني انت النصيحة مطلوبة انصح وسيبه لو صمم على الطالب على النواة اذا كذا سيبه ما تضغطش على الطالب سيبه يعني يختار براحته ولو اختار براحته ودرس كويس هيطلع متفاق في كلية بعدان الطلبة برضو معليش فاهمين السوق اوي كويس عن انا كمان اصلا فيه ساعات انواع بتبقى من الابهات تحديد من الامهات ببقوا طيبية من صاح يقولك ده انا طول عمر كان نفسي خش طب عم انت مدخلتش انت ليه عايز الودي يخش طب ما تضغطش عليه انا طلعه كان نفسي اطلع مهندس انت مطلعتش مهندس ليه عايز الولد يطلع مهندس هو مش عاوز يطلع فيه ولاد اطباء مشهورين جدا ولاد مهندسين مشهورين جدا وما يبدرسك وانا بحترم الحتة دي يقوله يدرس اللي يدرسه ودي ميزة يعني اما هو لو درس اللي عاوزه مش هيتعيبك انت كواليه امر اصلا تلبط لو اتراضت في الدراسة يعني مش حالو اصلا الدنيا هاتبوز هيبقى بلعي عوقت هو مش هيدي الدراسة حقها وبعد التخرج برضو مش هقدر يعني متفالي في المينة ما عندوش شغف اما خلاص مش هقدر متفالي في المينة بتاعته فانت سيب الوادي يدرس كويس سيب الابنك يدرس كويس يختار انت اقوله انصحه اتكلم معاه وقوله ده مزة ايه مزة ده ايه وعيب ده ايه وده مستقبله ايه ويسيبه لو صمم على الحاجة سيبه يدرسه يعني ده نصيحة منه لا داعي للضغط لان احنا برضو خد بالك اوليها الامور بستخسر مجموع الولد يعني حرام مجموعك كبير هتسيب المجموع ده وطروح كلها لا سيبه انت انصحه وقوله انت طريق ده ازاي وهو حر يختار اللي هو عاوص لأ بعد المجهود اللي انت بزلته ده كله يا حبيبي وبعد ما جبت 93% عاوز تقولي انك هتخش حقوق ما تسيبه يخش حقوق يحقق يحشح وحد طيلي يبقى محامي او وكيل نيابة ولا قضي طب انا هقولك على واقع بمناسبة حقوق اللي انت ساكرتها الوقتي من حوال الخمس سنين احنا طبعا قبل النتيجة بنعمل تشيك كده يعني فالمهم اللي انا طالب من العشر اوال عدده سنة عام علوم فالكاتب اول رغبط حقوق فقومنا عاملين اتصال التلفوني رد علينا والده حضرك والد الطالب في الولده لأنا والده حضرك التعلوم يعني وطالع من الاوال وكاتب هو اللي انا انا هو احنا هو احنا عاوزين يطلح يدخل كله حقوق انا خلاص فشوف اللي هو كان في التخصص القاضى يعني فانت سيب الولا يدرس اللي هو عاوز يدرس بس يدرس اللي هو عايز وانا مالي طب انا دي ما كان عنتي سؤال هو ليه كلية الزراعة انا فاكر اياه مكنش بتاخد مجموكب يدرس اه في ثلاث سنين الاخيرة بدأت كل الزراعة من كليات اللي بدأت تتعلى كان من حوالي خمس سنين كان كل الزراعة معلاش اقبالي من ثلاث سنين بالزبط بدأت اقبالي عليها كبير جدا اصبح في تزايد تزايد كبير جدا جدا على كل الزراعة برافو كبير جدا وطبعا على كلات التمريد وعلى حتيبات وزكاء الصناعي الناس كلهم اتجهل حاجات الناس عقلياتها بدأت تتغير الطلبة عقلياتها بدأت تتغير الطلبة وانا الطالب زكي عيون يعني الطالب شاطر بزاكي ده ده الولاد دول قرود بس تسيبه الولاد دول قرود يعني دايما القسرة تسيب الولاد شوية يعني انت ما تقول يعني سيبه يخترر براحته الطالب داخل عالنته وعارف ويمكن عارف كل التخصص ده هيطلع يشتغل ايه ويعمل ايه وكل حاجة فانت سيب الولاد الالديك والله العظيم الطالب بديقول له احسن مننا كتير يعني صراحة لا لا هم فعلا جيل مذهل بصراحة ده رأي ده شوية عال مش فاهمين حاجة ده عجيل مذهل والله العظيم حاجة تشرف والله العظيم شباب يشرف بقى امانة ربنا يعني انا قعد افكر كده اقول ايه لما حادك قلتلي على موضوع لا ده الزراعة بدأت فعال تركز كده قلت اه طبعا خلال الكم سنة اللي فاته دول شوف احنا استصلحنا كم مليون وبالتالي العيال مخها نور يقول لك الله أمم مين اللي هيعمر الدلتك دي ده مين اللي يشتغل في السين وده اللي حاصل واحنا كمان بنحاول نزود عدد كلات الزراعة كمان احنا ملقنا الاقبال عليها كتير بدأنا نزود العدد في كلات الزراعة احنا برضو يعني مع الوزير والاجنة العليا للتنسيق برضو بنشوف الكلات اللي هيقبال ايه يعني الزراعة والكلام ده طبعا البلد محتاجة كلام ده كلهم فبنزود العدد في كلات دي طمريد زراعة كلات اللي عليها طلب في السوق حسنا سيدنا ورطني وشرفتني واسعدتني وطمنطني ربنا يطمننا جميعا ربنا خلى حضرتك كل الشكر ليك يا فندم كل الشكر السيدة عطى المشرف العام على اعمال مكتب التنسيق شوف المشرف على التنسيق بيقولك ما تضغطش على الوان ما تضغطش على البنت سيبوا العيال تختار مستقبلها ما عليك الا النصح ما تضيعوش مستقبل العيال سنة من العمر دي كتيرة كبيرة كل شكر مرة ثانية أستاذ سيد عطى نورنا وشرفنا شرفنا